في نشرة أخبار دجلة سيدة ريم سيدة ريم أبتدأ وإياك من واقع محافظة صلاح الدين والتي عانت ما عانته طيلة السنوات الماضية من تهميش ومن نقص بالخدمات على كافة المستويات سواء أمنية أو صحية أو أمنية ما الأسباب التي دفعت إلى هذا التهميش وهذا الإقصاء لمحافظة صلاح الدين وأيضا إلى تمييز المناطق ما بين منطقة وأخرى داخل المحافظة وما هي الحلول التي بجعبتكم للنهوض بواقع المحافظة الآن أهلا وسهلا بيت عزيزتي وبكل مشاهدين قناة دجل الكرام بالحقيقة اليوم بداية حلوة بصلتنا الضوء على أهم نقطة بلأن صلاح الدين اليوم أخذت الصدارة بالفساد المالي والسياسي من قبل أغلب المتنفذين في الحكومات المحلية الموجودة في صلاح الدين الحقيقة فعلا صلاح الدين أغلب المناطق في صلاح الدين يتعاني من التهميش على جميع الأسعدة السبب الرئيسي أنا دائما أذكره بكل مكان بكل لقاءات لأنه هو واقع يعني ونزل للشارع يشوفها اليوم اليوم أي الشخص المتنفذ اللي عنده سلطة هاي السلطة تكرس الجهة اللي ممكن هو يستفاد من عدها مثلا شخص اليوم هذه منطقته تلقيها تفرق عن باقي المناطق خدمات بيها تعينات بيها شوارحها مبلطة خدماتها كاملة تلقيين أغلب شباب خريجيها متعينة لأن هذا الشخص من هاي المنطقة المنطقة الأخرى اللي مهمشيها هما هي هذه المنطقة اللي ما عندها أحد يمثلها للأسف لكن هما نسوا نقطة مهمة أنه اليوم أنت مصعدت لهذا المنصب وصرت ما صرت بس بأصوات منطقتك اليوم هاي المناطق كلها فزعت لك فأنت مطالب أن توفر حقوق لكل هاي المناطق لكن للأسف الأغلبية العظمى أنه يكرس هاي الأموال اللي هي المفروض توزع بالتساوي للمحافظة توزع لمنطقة محددة هاي أحسي ليش قبل الانتخابات للمنطقة اللي هو طلع منها وراء ما بدت هاي موضوع الانتخابات بدت تتكرس هاي أسي يلا تفضل الطنو وقالوي هاي المناطق لازم تحتاج عمار تحتاج تبليط بدأوا يجون يساعدون الناس لكن هذا الموضوع فات أوانا والحلول المهمة إليه هو طبعا إحنا نشير بدور رئيس الوزراء هو أنطل حل لكن أنا أجد اليوم كمرشحة عن صلاح الدين وكمواطنة من صلاح الدين أنه يلتفت صلاح الدين لأنه وصلت مرحلة بالفساد اليوم متنفذين صلاح الدين هم مرشحين يفترض تسحب أيديهم يفترض أنه تتوقف السلطة من عدهم تنسحب منهم على الأقل فترة الانتخابات حتى على الأقل نخلص من هذا التهميش ونخلص من هذا الاستغلال والتبويب الخاطئ لأموال محافظة لأماكن محددة سيدة ريم أهالي صلاح الدين ملوا يبحثون عن تبديل الوجوه القديمة بأخرى شابة تحقق تطلعاتهم هل تعتقدين أنكم قادرون على تغيير الواقع الموجود حاليا في صلاح الدين نعم صحيح الناس ملت من الوجوه الموجودة ملت من الناس الفاسدين اللي أخذوا كل حقوقهم علني وهمشوهم فاليوم الناس بدأت توعى بدأت الناس تتأمل خير بالوجوه الجديدة وخصوصا الشابة طبعا خلينا كن صريحة وياكن وما نخلي السؤال محدد نحن اليوم مو فقط شاب أي شخص وجه جديد مات بأله بصمة بالفساد فهو مرحب به مرحب به بالمجتمع بالناس بين الناس فبس ليش نشجع الشباب يا أخي أنت فرصة للشباب خلوا الشباب لأن الشاب اليوم كنا كشباب تهمشنا أبسط حقوقنا ما حصلناها فإحنا مولودين من رحم المعانات اللي يعيش هالمجتمع أجمع فاللي يجي من رحم هاي المعانات يكون مؤهل أكثر على أنه يحاول يحلها لأن هو آناها ويحس بوجعها وألمها ويحس أنه مدى التهميش اللي صار علينا لذلك احنا دائما نقول يعني نطلبها من الناس يا ناس يا أهلنا انطف فرصة للشباب خلوا الشباب تغير هو التغيير يبدي صدقوني من الشباب العلم أنه أنا أقول لك هسا أكون ناس كبار سن لكن والله فادوا أهلهم وناسهم ومرحب بيهم مرة ثانية بدورة أخرى بين مجتمعاتهم فهنا الدور الشبير نمطيه إحنا للشباب لأنه ما اعتبار أنه هو تغيير التغيير يبدي من عنده نعم سيدة ريم أنتك إمرأة مرشحة عن منطقة ساخنة كمحافظة صلاح الدين ما الذي يؤهلك لتغيير الواقع وأيضا معالجة التراكمات السياسية التي انعكست بدورها على الواقع الخدمي والأمني أيضا قبل أن أجاب على هذا السؤال خلينا أقول لك يعني هنا المكان المقعد النيابي ما محدد بأمرأة أو رجل يعني إذا أمرأة أو رجل هو المفروض تكون أهدافه واحد مبادئ واحد هنا يطلب شخص يكون الشخص عنده مبادئ عنده قيم عنده ضمير عنده شجاعة فهنا من اللي ستكون متوفرة بيك وفعلا هي منطقتنا ساخنة لكن إذا عندك مبادئ تقدر تكسب تقتل الناس يمك حواليك تقدر تغير فعلا هي أكو تراكمات أنا ما أقول لك إذا الله سهل إن شاء الله نوصل قبة البرلمان ما لح يتغير بيوم وليلة لكن اللي حصير أكو بصمة نحو الأفضل إن شاء الله اللي يريد يشتغل صح ترى الباب مفتوح واللي يريد يشتغل خطأ هو يفتح الباب الخطأ ويروح اليوم أي نائب موجود يقدر يستخدم صلاحياته في صلح الناس خدمة الناس حتى إذا كان أكو ضغوطات لا تدخل بالفساد ما تدخل بالفساد ما يصير عليك مستمسكات أنت تستغل براحتك فتقدر تقدر تغير هاي التراكمات من التهميش ومن الواقع السيء على الصعيد الخدمي والصعيد الأمني فيصير أكو تغير إذا أنت دخلت لخول صاح واشتغلت على الطريق الصاح لح تقدر أي واحد يقدر وأنا ما لح أقول لشاني لح أسويهيش وسويهيش لأن أنا إذا أحتي لحصير نفس السياسيين الفازدين اللي حشوا الخطابات العديدة وبالنها يكون شيء منفده لكن خلي الأفعال هي تثبت إن شاء الله بإذن الله إذا وصلنا قبة البرلمان الأفعال اللي الحلول اللي حنخليها المساعدة الناس اللي تهمشت على جميع الأصعدة هي اللي لح تحتي مو إحنا اللي نحتي وهس نقول لح نسوي كذا ونعمل كذا مئة بالمئة أي شخص يفوت بطريق صح لح يكون قدوة ولح يكون يقدر يوصل صوت الناس ويقدر يطلع حقوقهم سيدة ريم طبعا مثل ما تعرفين قبل كل انتخابات هناك ضعاف النفوس الذين يستغلون موارد الدولة لتحقيق أهدافهم في الانتخابات طيب ما السبيل ما السبيل كمرشحة عن محافظة صلاح الدين كما السبيل للحد من استغلال المال والسلاح في تحقيق أهدافهم في الانتخابات صح تكريس المال العام حاليا دي أثر ودي أثر بشكل قوي طبعا وهذا الشي طبعا يعني هو احنا من زمان ماشيين بكل انتخابات لكن اليوم أقول لك الناس يعني دائما أقولها الناس وعد بس أثير فت نقطة مهمة هنا اليوم انت شخص متنثث بالدولة بالحكومة المحلية في صلاح الدين وانت مواشح ودو تيجي يعني خلال نصف نهار الكلام اللي اللي حقوله تقدر تنزل بالشارع تسأل عليه كلام مو جايشي كلام عشوائي ينزل ويوزع سبعين مليون سبعين مليون يتوزع خلال نصف نهار بناحية معناها انه احنا زياد عدنا اموال موجودة بمحافظتنا والله بحجة شنو هذه حجة كيانات زينا نرد اسأل سؤال اليوم الكيان يعني امرأة مسنة تمشي على عكازه هذه كيان زينا الرجل المسن اللي احفاده احفاده قايدين منه منه يفوت يستلم ويطلع هذا كيان له هذا تبويب لشراء اصوات انا هاي النقطة اريد اريد الناس يعني بصراحة الناس ملت ياخذون منكم صحيح لكن يا اخي ترى ورا ما يطلعون يستهزئون بتصرفاتكم انت هاي الاموال الموجودة ليش ما خدمت بها الناس قابلوك يسببت اصواتهم تلقائيا فهذا هو مثال على تكريس المال لاستغلال الناخبين هو عنده سلطة متنفذ يستخدم المال اللي المفروض يخدم به الناس كلها يستخدم مكجهة معينة بحجة انه هذه كيانات وشوف التبويب ما اعظم عدهم يعني كل نقاط اللي سووها خطأ إلها تبويب وإلها تفسير لكن المنطق منطق ما بي نقاش اليوم انت قاعد توزع لسبعين مليون بنص نهار اريد اعرف هذا موال عام مين هاي سبعين مليون اذا بنص نهار توزع هلقدر على مدار السبوع جليح يتوزع لذلك انا اقول لك اليوم المال المال بدأ يستغل بشكل سيء يستغل للناس الناس اللي تهمشت من عدهم واليوم بدأ يشترون اصواتهم بالقوة من عدهم لان الناس ما عدها يعني عائلة تسع عشر نفرات ما عدها يدخل شهري ويجي يوزع لهايما الكيانات يقولون كيانات ما اعرف بينما اذا نجي على الشطر الثاني من السؤال السلاح المنفلت فاحنا يعني دولة رئيس الوزراء والشكر الكؤلة والكل السلطات الامنية حقيقة هذا الموضوع حاليا شبه مسيطر عليه يعني ما اتوقع لحيصر هيك خطوة وهيك موضوع خلال الانتخابات ان شاء الله نعمل ذلك يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة